وقعت مصر واليابان التفقية تعاون لدعم مصر بـ 12 جهاز أشعة مقطعية بالإضافة إلى خمس مولدات كهربائية يتم توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج جاء ذلك خلال لقاء لوزيرة الصحة هالا زايد مع السفير الياباني لدى مصر نوكي ماساكي وذلك لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي خلال تصدي لجائحة فيروس كورونا وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الاجتماع تناول خطة الدولة المصرية في إنتاج لقاحات فيروس كورونا من جانبه أشهد السفير الياباني بالمنظومة التي تطبقها مصر لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا التي تسمح بتسجيل المقيمين على أرض مصر من غير المصريين بتلقي اللقاح